ميثاق العمل الوطني حقوق المرأة البحرينية من خلال عداد من المبادئ والقيم التي كفلت للمرأة المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وهما حفزها للإسهام في تنمية مختلف المجالات والقطاعات ميثاق العمل الوطني حدد الملامح الرئيسية لدور المرأة وهو وضع اللبنات الأولى التي جعلتها تنطلق إلى فضاءة واسعة من العمل والإنجاز حتى باتت المرأة البحرينية لأوم شريكاً أساسياً في عملية التنمية في مملكة البحرين وهنا أخص بالذكر ما تتولاه المرأة البحرينية المحافظة على حويتها الوطنية وتقاليدها الأصيلة من دور طليعي ساهم في تشكيل الصيق العصرية والمتحضرة لدولتنا المدنية متجاوزين بذلك مرحلة التمكين والدعم والمطالبة بالحقوق إلى مرحلة نشهد فيها حضوراً متقدماً ومسؤولاً للمرأة البحرينية تتمتع فيها بحقوقها الإنسانية كاملة وتعمل مع أخيها الرجل حضيت المرأة البحرينية بمختلف مواقعها باهتمام واسع وملحوظ وغير مسبوق من لدن قائد مسيرتنا النهضوية حضرت صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كما حضيت بعناية خاصة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بجانب الدعم الكبير واللا محدود من قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فنجحت المرأة البحرينية في الوصول إلى أعلى المناصب فأصبحت رئيسة للسلطة التشريعية ووزيرة وتولت إدارة الكثير من المؤسسات في المملكة بكل كفاءة واقتدار وشاركت بجانب أخيها الرجل في ازدهار مسيرة مملكة البحرين في شتى القطاعات وفي المجالات كافة إنجازات المرأة البحرينية حاضرة في قلب التاريخ البحريني وبلغت ذروتها منذ صدور ميثاق العمل الوطني حيث تضمن تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ست سيدات بحرينيات كما عزز ميثاق العمل الوطني حقوق المرأة البحرينية من خلال عدد من المبادئ والقيم التي كفلت للمرأة المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص حتى وصلت المرأة البحرينية إلى ما هي عليه الآن وأصبحت أنموذج يحتذى به في المنطقة العربية بل العالم أجمع إن ميثاق العمل الوطني الذي جاء بإرادة ملكية سامية وأجمع عليه شعب البحرين أسهم في تمكين المرأة البحرينية ونهضتها وتحقيقها للعديد من المنجزات والمكتسبات وفي الثاني والعشرين من أغسطس عام 2001 وبعد أشهر قليلة من التصويت على الميثاق جاء إنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع صاحب الجلالة الملك المفدى تكون له شخصيته الاعتبارية وترأسه قرينة عاهل البلاد المفدى حيث يعتبر المجلس المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة فمنذ تاريخ إنشائه إلى يومنا هذا حقق المجلس الكثير للمرأة البحرينية في مختلف المجالات الحياتية ليحقق تطلعات ميثاق العمل الوطني الذي حدد الملامح الرئيسية لدور المرأة ووضع اللبنات الأولى التي جعلتها تنطلق إلى فضاءات واسعة من العمل والإنجاز وشريكا أساسيا في عملية التنمية لمملكة البحرين